طيب دكتور نتكلم بقى عن حزبة التبويض تتحسب إزاي بعد إذنك بسي التبويض بيبقى اليوم الأعمة عنه بنقول في الدورة اللي هي 28 اليوم الـ 14 أو 14 يوم معد نزول الـ بيريود يعني أنا لو الـ بيريود بيجيلي كله 28 يوم ننزل 14 يوم الوراء بقى اليوم الـ 14 بيجيلي كله 30 ننزل 14 يوم الوراء بقى اليوم الـ 16 تمام اليوم الـ 16 من بداية الدور من بداية الـ بيريود اه انا هنكلم اليوم يعني من أول يوم الـ بيريود نزلت فيه أو هي موجودة تمام اوكي هنحط بقى نبتدي من الأخباط بقى شوي البويضة بتطلع بتقعد 24 ساعة فبقى عندي بويضة هتقعد لحد اليوم الـ 17 أو الـ 18 لو نفترض أن اليوم الـ 16 أو اليوم الـ 14 بقى معي لحد اليوم الـ 16 حل عندك الحيوان المنوي بيعيش جوه المهبل لمدة 48 ساعة فبقى إنا بنحط اليوم في النص ونحط يومين قابليه ويومين بعديه فبقى التبويض في الدورة الـ 28 اليوم الـ 12 إلى الـ 14 إلى الـ 16 اه بتحطي قابليها كمان اتنين واتنين ليه الفترة اللي البويضة بتعيشها والفترة للحيوان المنوي بيعيشها فهمتك فالحزبة دي هناخدها كده كروب زميلي في السوشيال ميديا وينزلوها لصفحة من القلب للقلب عشان الثلت ايه تعيد وتزدغات لما تحفظوا بالورقة والقلم هل لما بنروح أو السيدة بتروح للدكتورة بتشرح لها بتقول لها أنت مفروض يبقى كذا يبقى أنت دورة كذا هل هي اللي بتزدها الحزم اه نحن بتجي بقول لها بقول لها المعادة التويض بتاعك في اليوم كذا بيبقى عندها فرصة 3 تيام لا هنتي كده بقى عندك 4 12 14 16 ما من دول 3 تيام 12 14 16 دول 3 تيام 3 تيام اه بس من الـ 12 للـ 16 اه الـ 4 تيام دي كلها أنا افتكرت 3 تيام دول بسيس لا احنا بنخليها يوم ويوم يبقى 3 تيام ده 13 و14 و16 اه ودائما بنقول لها تعليمات البسيطة والي بعد العلاقة الزوجية لا ما تتحركيش على طول بتيح نايمة على السري ده كل ده بيفرق طب قولة هل نم eighty يعني احنا هنا بنتكلم بمنتهى الاخلاق وبيلح حرك يعني فيه حياء لكن فيه كمان يعني بعد العلاقة الزوجية لا ما بقومش على طول من على السري لا بتتبدأ نايمة على ظهرة البلطس بنا نايمة على ظهرة فترة معينة فترة دقيقة يعني على الأقل ساعة على الأقل ساعة تمام الحاجات اللي هي بيستعاملوها اللي اللي بتسهل العلاقة الزوجية للمزلجات دي لا دي غلط دي بتأثر على حركة بتاعة الحيانات المنوية فأنا ما ينفعش أستعملها وأنا عايزة بيبي لا دي ممنوعة زي ما قلتلك قبل كده اللي هو أبقى بقى هاجي ما فيش تانشان خالص دول تلت نصايح ولو طبعا الوزن الزيادة لازم نيقل دي بنسميها طرق طبعية اشتركوا في القناة